اهلا بكم ايه اللي شاغل دماغنا ايه اللي تعبنا انا ظهري بيوجعني برقابت بتوجعني استغاثات واستعنات مش قادرين نعمل ايه في البرد في الشتاء في الصيف الام مبرحة ظهري وجعني رجبتي بتزيق في وجع جامد جدا في رجلي ظهري بيوجعني ومقصر على رجلي كل دي اسئلة كتيرة جدا وبجينا في جوابات ومسيجات ان احنا عندنا مشكلة في العظام عندنا مشكلة في الظهر وفي الرقبة وفي الرجل وكتير جدا سواء المصدق او مش مصدق كله بيدور على طوء النجاة كله بيدور على الاشايا اللي هيتعلق بيها عشان ينجوا من الالام المبرحة اللي بتتعبه كتير جدا وعلى مدار السنين ومدار الزمان ان اقوى الام الام العظام اي حد بقى عنده اسئلة من النوع ده تعبان مش قادر اعمل ايه وجع في رجلي وجع في ظهري باعتهم تانهو رقبتي وجعاني في مشكلة عندي مشكلة جمدة في العظام استنى ما تقلبش ما تغيرش اقعد قدامنا دلوقتي عشان هنساعدك مساعدة قوية هنساعدك بجد تتخلص من الالام وتتعالج وانساعدك على علاج وتبقى في احسن حال قبل ما اخص في التفاصيل دي كلها المهمة اللي احنا عندنا نقطة كتير نتكلم فيها برحب بالاستاذ الدكتور العظيم استاذ ياسر شاكوير شكرا جزيلا استاذ جمال على المقدمة الجميلة ويا رب ان شاء الله ربقى سبب خير للناس انا عارف ان حضرتك استشاري كبير جدا وحضرتك بسم الله ان شاء الله مطلع من تحت ايدك تلامزة كتير وانا عارف اللي انت شاطر جدا 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 في النقطة دي اسمحلي اللي انا اتكلم معاك باستفادة عشان نفيد الناس انا عايز اعرف دلوقتي قبل ما اخص في تفاصيل مهمة للألام عايز اعرف ايه الفرق بين العلاج الموضعي والعلاج الطبيعي العلاج الموضع والعلاج العام السيستاميك بص استاذ فؤاد علشان استاذ جمال استاذ جمال فؤاد حبيبي حبيبي علشان نتكلم بمصداقية وبنوع من العلم والمنطق الناس بتشتكي من حاجة موضعية في المفصل او في جزء من العضلة او في الرقبة زي ما حالك تفضلت او في الظهر جزء محدد مش بتشتكي من الجسم كل فيه ناس بتشتكي من الجسم كل جميل تمام حلو الشكوى درجات درجة خفيفة لغاية درجة كبيرة واعاقة وعدم مقدرة على الايام بابسط الحركات تمام تمام طيب لو احنا عندنا درجة بسيطة من الالام الموضعية حلو لو احنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا حاجة موضعية طبيعية وامنة تبقى سبب وحيد للشفاء كويس جدا ما شاء الله نستخدمها طبيعية امنة فعالة موضعية مش هتعمل حتى ولو افترضنا ان دي حاجة صناعية وهتخش تعمل اعراض جانبية دي حاجة موضعية هتشتغل في الجزء ده بس لهتروح للكبد ولا للكلة ولا للمعدة ولا للاعصاب ولا للاوعية الدموية ولا تعمل تأثير في الجسم كله هتروح للمكان ده بس لو الحاجة دي بقى ما بالك لو كانت طبيعية وامنة وفعالة حلو وتروح للحتة دي بس الحتة اللي فيها مشكلة اللي فيها مشكلة وتبقى سبب في العلاج وتبقى سبب في تسكين الألام كويس وتبقى سبب في زيادة الدورة الدموية وسبب في التقام وبناء المفاصل الغضريف عشان فيها مواد بتاعت وحدات بناء الغضريف وحدات بناء السائل الزلالي كويس وتبقى سبب في في الخير ده كله وهي موضعية ما لاش أي أعراض جانبية عامة اللي كل البشر بيخاف من مسكنات ومضادات الالتهابات اللي بتاخد عن طريق الفم عشان بتروح غالبا بتبوض أشهر حاجة المعدة بتعمل قرح معدى تبوض الكبد تبوض الكلا تعمل مشاكل اللي حصرة لها تمام بعيدة المدى أنا مش عارضة خالص ولا هقطعك أنا عايز بس شفت أنا قلت في الأول شوية كتير جدا يهموا أبهاتنا وأمهاتنا وأخواتنا الألام وجع الرجل وجع العظم مش قادر أتحرك وانت طبعا دكتور كبير وعارف وحضرتك استشاري كبير وعارف إن الوجع بيبقى وجع صعب نجري على حقن نجري على برشام غصبا عنه إحنا دلوقت بنقول تمول كريم تمول كريم بتركبته الفريدة الفريدة من نوعها وزي ما قلنا يا جماعة قائم عليه مجموعة كبيرة جدا من العلماء وأنا بقدمه الدكتور ياسر بيشرح لنا الموضوع استشاري أخصاء بيشرح لنا القصة إيه أنت هنساعدك على العلاج بشكل آمن الدكتور ياسر قال إن فيه مواد خام طبيعية كلها ما فيهاش كيميكالز خالص بتساعدنا على الشفاء دكتور ياسر اشرح لي أنا دلوقتي خدت المنتج ده ست علاب كريم عاملهم شركة شفاء وبيهدن ثلاث مرات في يومين زي الدكتور ما قبل كده بس أنا بوضح تاني وده كورسي عليك كامل لمدة شهر وممكن ناخد تاني لو احتاجنا أنا دلوقتي خدت الكريم واستخدمته على رجبتي أولا قول لي ده بيعمل إيه بيدخل يعمل إيه أولا هو فيه مواد بتخليه يخش في العمق تمام بتزود النفاذية المنتول وعندنا السليسيليك أسد اللي هو بيدخله لجوه في المكان المشكلة تمام مش حاجة سطحية بس كده تمام جميل بيخش مضاد للالتهاب بشكل صحي بقول يعني إيه بشكل صحي فيه أدوية تانية بتبقى مضادة للالتهاب بتروح توقف تأثير المواد اللي بتسبب الالتهاب الالتهاب ده أساسا جزء من المناعة تمام الحمران والألم القصة دي كلها ربنا سبحانه فعلا خلقهن عشان تبقى جزء من المناعة لما أنا روح أوقفها بس وأسيب سبب الالتهاب يبقى أنا كده أضريت ميزة التيمولي بالمنتجات الطبيعية المنتجات الطبيعية اللي فيه بتعمل إيه بتروح توقف المواد دي وتشيل بتعمل بتشيل المواد اللي سببت للتهاب تمام يبقى بتشيل الباثولوجي الحالة المرضية اللي في الأنسجة وبتشيل سببها وبتشيل الأعراض كويس جدا موضعيا من غير ما أي حاجة تروح سيستيميك ولو إنه لو طبيعي لو راح سيستيميك يبقى حاجة كويسة إنما أنا بتكلم على مبدأ العلاج الموضعي أنا عن نفسي بحب لو المرض الخطة العلاجية بتاعته هتبقى فقط علاج موضعي أنا أفضلها طبعا لو درجتها خفيفة خفيفة طب لو درجتها كبيرة يبقى خطة أساسي في العلاج علشان هيسبب فايدة مباشرة في المكان فايدة مركزة لأنه موضعيا في المكان اللي فيه المشكلة اللي فيه المشكلة طيب لو أنا هعمل خطة علاجية متكاملة ومنها تيموليكريم كخطة أساسي علاجي موضعي آمن وفعال أنا عن نفسي بنقي حاجة اسمها خطة علاجية لو هختار حاجة كيميائية هختارها لأقصر فترة ممكنة كيميائية لأقصر فترة ممكنة بأكتر جرعة فعالة وأأمن البدايد إنما أنا ده أنا متطمم بكتبه أنا متطمم طب أنا مش عارف أقوله أنا الصراحة يعني أنا مفيش كلام تاني نقدر نقوله ونوصف به التيموليكريم إن زي ما قلنا كده قبل كده مراراً وتكراراً حاجة جميلة وبنحاول ندوقها لكل الناس يعني مراراً وتكراراً على مدار سبع سنين شركة شفاء بتقدم تيموليكريم وتيموليكريم ناجح جداً سواء في مصر أو في الدول العربية أو كمان في الدول الأوروبية لإن إحنا كمان بقناعنا تقارير من الدول الأوروبية وإحنا عارفين إن الأجانب ما بياخدوش الحاجة يقولوا عليها جود غير لما تكون سوبر جود تكون حاجة بريفكت حاجة كويسة جداً حاجة أمنة جداً حاجة فأعالة جداً أنا أقدر أقول بخطة علاجية يعني أنا بوضح بس كلام دكتور ياسر عشان الناس تفهمني بالروحة أنا هو بتواصل معاكم وبالروحة عشان نفهم الناس بالشكل الجميل يا جماعة توميكريم علاج موضعي فعال قوي جداً جداً مساعد على العلاج مساعد على العلاج بالشكل قوي جداً عندنا حد مرحلة أولى مرحلة تانية إن شاء الله بإذن الله لما بيستخدم المجموعة أو ممكن يكررها بيحس بالله هو مسترعي عندي مشكلة كبيرة جداً دكتور ياسر بتواجهني مع بعض الناس ياخد المجموعة ويستخدمها لمدة يوم أيومين فالقلم يختفي من عنده ويبقى كويس جداً يقوم راكن المجموعة على جنب ما يستخدمهاش بعد 3-4 أيام يرجع عشتكك أكبر خطأ عدم تكملت العلاج طبعاً لأن أنت أولاً أنا قلت لحضرتك ده بيروح هيبقى له تأثير مسكن ومضادر الالتهاب وبيخلص الجسم من أسباب المرض أسباب الالتهاب اللي حاصل في المفصل الأسباب دي بتاخد وقتها عشان تروح أنت لما أنت تشيل جزئياً جزء وتسكن هيرجع تاني لو أسباب المرض ده كائنات دقيقة حية يبقى أنت بتعودها على المواد اللي بتروح فمقاومتها ليه هتزيد زي بالظبط فكرة المضاد الحيوي يعني يضروا أكتر ماشي لأنه هو مضاد حيوي طبيعي بالظبط هو بيروح يخلص الجسم من أسباب المرض سواء فيروسات أو مايكروبات دقيقة جوه الخلايا اسمها نانو بارتكلز وحاجات كده مش عايزة أزود فيها هو متصنع بطريقة النانو بالظبط لا النانو هو متصنع بطريقة النانو عشان ينفذ عشان ينفذ إنما فيه نانو بارتكلز قاله أن هي سبب التهاب المفصل بتبقى جوه خلايا المبصل أيها اللي بتسبب الليلتاج هي اللي بتسبب الليلتاج فده بيروح يقضي عليها يبقى أنت مضاد حيوي طبيعي هتستخدمه يومين ثلاثة استريحت ووقفت أنت كده زودت مقاومة النانو بارتكلز بالمواد اللي فيه آه فبتدي ايه طعب أكتر لما تيجي تستخدمه مش هتستفاد للإستفادة اللي أنت لو انتظمت باللي احنا قلنا عليه زي ما قال الدكتور من ثلاثة شهور وممكن نزود كمان ستة شهور ممكن آه على حسب اللي نروح لأنه هو خط علاجي أساسي في الحاجات البسيطة اللي ممكن يبقى هو وحيد هو وحيد يا علاج لو الحاجة كبيرة هو أساسي في المساعد ضمن خط علاجي يا جماعة زي ما قلنا كده أهم حاجة ما نهملش العلاج أنا طبعا بجاوب على كل الأسئلة اللي احنا قلنا عليها في الأول وجاتلي ورصتهم كده مع بعض وقبضات ممواتنا عادين دلوقتي يسمعوني ومركزين معايا عشان نخفف عليكم الألام طبعا بشرح مبسط هنقول الكريم ده عندنا باب وبنزيته زي ما بقوله طبعا عندنا مبنى ومكسر ومدغدل وبنبتدي نبني فيه طوبة 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 ليه بقول كده لأن فيه طبعا دكتور ياسر شرح ودكات ركتير شرح ودكتور ياسر فهمنا مادة الجلوكو زمين أنا هقول حاجة بس جزء عارفة عن مادة جلوكو زمين والدكتور ياسر هيوضح لي المعلومة مادة الجلوكو زمين اللي هي أساسية المادة الفعالة اللي جوه العلبة الكريم ده وجوه الكريم ده المادة دي موجودة في المحار والكابورية والسمك وأكل كتير جدا يعني نقدر دلوقتي أعمل لك خريطة غذائية ويلا ماستخدمش أحد هتقدر هتقدر الصبح تكون محار وجنبري عشان نقوي المادة اللي موجودة دي المادة الفعالة عشان جسمنا يستفيد بنا ما هي مادة موجودة جوه جسمنا فعلا عشان نزودها ونقويها بالفيتامينات هنقويها بالبحار وكلام المادة دي موجودة بشكل موضئي بتخش مبشارة عشان تبني وترجع السائل اللي موجود زي ما الدكتور شرح ويشرح لنا أكتر أهو أهو راجع للدكتور ياسر وريح له بالراحة كده مادة تقولوك زي ما دكتور بص حضرتك تفضلت وقلت إن هي موجودة في الأكل طب وبتقول يعني لما بناخد حاجة موضعية بتروح في المكان محددا طب إيه رأيك لو خدنا الاتنين مع بعض آه حلو الأكل خطة علاجية فيها نظام تغذية محترم وفيها نظام معيشي وتغذوي صح اللي هو الهلسي لايف ستايل طيب بالإضافة قلت لك ده خط موضعي طبيعي أساسي في أي خطة علاجية للتهاب المفاصل والعضلات والرقبة والضهر وكل الألام المفصلية والغضروفية والعضلات حلو جدا طبعا أنت فكرك فكرك يا دكتور إن ممكن حد هينظم الأكل ونقول له كل المحار وكل كذا الصبح وبعد ثلاثة أربعة أيام لازم كل أسبوع تدخل شربة سيفود نتمنى من الله صحنا وطعا مين هيا نتمنى من الله صحنا وطعا أنا والله أنا نفسي محدش هيعرف إحنا دايما دايما بنلجأ للأسهل وعلى فكرة والله ما كلام ده فعلا الأسهل أسهل من كل ده هنرمي بقى خلاص النظام الغذائي لأ الموجود نجاريت نعمل نظام الغذائي معرفناش نعمل النظام الغذائي صحي عشان يحفظ لنا على عظمنا ونأكل الحاجات كويسة مفيدة مادة جولوكو زميل اللي الدكتور ياسر دلوقتي هيشرح حنا وبتعمل إيه في المفصل دي مادة مهمة جدا 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 جبناها بشكل مباشر عشان تخفف لنا الألاج هتخف هتساعدك على العلاج تبقى كويس جدا هنخفف الألام لنا فيه برضو تسكين يعني مجرد ببنستخدم الكريمات الكريم ده من المجموعة دي من أول يوم هنحس اللي احنا بنستخدم المجموعة الألم بروح وييجي بس احنا مستريحين ومرة عن مرة نبقى كويسين انا عايز أأكد على حضرتك قلته بس بأسلوب فيه إضافات تانية طب اتفضل حضرتك بتقول نظام الأكل مش كلنا بنلتزم به هو بشكل عاملي فعلا احنا العيان وألم المفاصل بيدور على حاجة سريعة وسهلة وفعالة بفضل الله سبحانه وتعالي سريعة وأخد بالسعادتك وأنا لو طلعت من الحلقة دي بإن العيان اللي بيعنده ألم مفصلية أو موضعية يروح ياخد التيمولي كريم بدل ما ياخد مسكنات يبقى أنا كده عملت إنجاز طبعا جميل طبعا علشان أنا كده بقيت سبب في حماية الناس من مشاكل في الكلا والكبد والمعدة وحاجات تانية كتير فإحنا بنروح لحاجة أمنة فعالة موضعية بتروح تشتغل زي يعني بيقولوا عليها إن هي إيه روكت شب يعني اللي هي سفينة فضاء بتروح كده تخش في المفصل تروح في المكان تمام تمام تروح بفعاليتها وبنأكشن بتاعها أيوة تبقى جميلة جدا حتة بقى إن انت بتقول التغذية شوية بيبقى مفعولها عايزة كوقاية آه وعلى المدى البيت مدى البيت شوية آه إنما إحنا عايزين حاجة مريض الألام والمفاصل بيبقى عايز حاجة سريعة سريعة أيوة ده بفضل الله سبحانه وتعالى وحتى هو تركيبته كريم آه الكريم يفرق عن المرهم أيوة إن هو بيبقى طبقة خفيفة آه نانو بارتكلز آه جزيئات صغيرة مع المواد المنتون والليبوزومة بيخش بسرعة جوة والسليسليت بيخش بسرعة جوة فبيبقى بفضل الله سبحانه وتعالى مفعوله آه أسرع وآه بيجيب نتايج جميلة جدا وإنت حداك بتقول شهر لثلاث شهور أنا عن نفسي يعني من خبرتي إنه ممكن كمان يبقى لغاية ستة شهور على حسب الحال على حسب الحال إحنا بنتكلم بقى على حسب الحال وأكد لكم وطبعا الدكتور ياسر عارف وأنا بقول بقى دكتور ياسر بتكلمنا على شكل علم أنا على شكل تجارب طبعا إحنا قلنا زي ما اتفقنا اسأل مجرب واسأل طبيب تمام زي ما اتفقنا عشان برضو يبقى مختلفين معك اسأل مجرب اسأل طبيب التجارب اللي أنا عشتها في حياتي مع تمو الكريم تمو الكريم ناس بتاخدوا من فضل الله من أول أسبوع ومقالين لجران الجران ولاقي ناس بتيجي بتشكر جدا في الكريم ويدعوننا والحمد لله أنا ما كنتش بمشي ومشيت وما كنتش بتحرك وتحرك الحمد لله بقيت كويس جدا وبقيت كويسة جدا وبيدعوننا خير كتير جدا لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة وحاجة في الصميم خلي بالكو خلي بالكو كبار وصغيرين عمرنا ما هنستفيد استفادة كاملة إلا بالانتظام في العلاج تمو الكريم سهل جدا في الاستخدام تلات مرات يوميا أو أربع مرات يوميا هي مش فرقة كتير على منطقة الألم مباشرة وندهن بشكل دورانيات في اتجاه واحد لحد ما الجسم يشرب الكريم في اتجاه واحد كده نحط نقطة الكريم كده ما نقطرش يعني طبقة خفيفة وندهن بشكل دورانيات في اتجاه واحد سواء على الرقبة سواء على الضهر سواء على الرقبة على الرجل أي مكان فيه التهابات وألام كرسي 6 علب معمول عليه خصم كواس من الشركة مش بسوق والله أنا عايز أفيدكم صدقوني برنامج ده مش برنامج تسوية على قد ما هو برنامج مفيد للناس خاصة معنا لاستشارة دكتور ياسر ياسر شاكوير وإحنا بنقول إحنا بنستفيد منه بأقصى يعني يعني عايز أقولك بجد إحنا دلوقتي معاك دكتور أهو كشقة بنقولك إنت عندك التهابات عندك مشكلة عندك خصونة قبل الموضوع ما يتفاقم لإني لو سكتنا عظمنا هيتأكل مفصل هيتغير ولو دخلنا بقى في تغيير مفصل يا معلم خلاص عليه العوض هنحتاج أنقول بقى ده هيشيل للتهابات بس مش هيعمل حاجة وموضوع كبير جد معظم الناس لقدر الله تعالى الحالة بتاعتها بتتقدم أو بتتأخر على حسب ما كل واحد بيستخدم النفذ لأن المهم الحالة بتسوق بيبقى الخيار يا إما تيبص في المفصل لقدر الله تعالى أو استخدام عكاز أو كرسي بعجل لقدر الله تعالى أو تغيير مفصل والحالات دي طبعا يعني أنا هتكلم عن تغيير مفصل عشان الجزء الطب بتاعي له مشاكل كبيرة ممكن تحصل وممكن لقدر الله تعالى يحصل الانتكاسات وارتجاء ويحصل مشاكل تانية ممكن توصل لقدر الله تعالى لتجلطات وبيمشي على علاج مسايل للدم على مدى العمر حاجات قصص كبيرة وممكن المفصل نفسه يحتاج ريفيجن أو تغيير بعد فترة خمس ست عشر سنين على حسب فليه ليه نوصب نفسنا لكده وإحنا أنا بس عايز ما إحنا طبعينا بنستحمل الألم طبعا إلا لو كان بيأثر على حياتنا شغلنا الحاجات اللي احنا بنحتاجها طب ليه تصبر على نفسك والموضوع بسيط بفضل الله سبحانه وتعالى صح أنا عايز أتكلم في حاجة مهمة أوه بقى فضل ركزوا معايا ركزوا معايا جدا عسان الله أنا هقوله ده مهم جدا حسيت أو حسيتي بألم في رجبتك أو ألم في ظهرك أو ألم في رقابتك قوعة تجري على البرشامة اللي موجودة على التربيزة وتقوم عاملها كده وشوية مية أنا بقيت كويس ساعتين ثلاثة ومسكنات مسكنات الدوني حوقنا عشاناه ده لا 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 خلي بالك خلي بالك نصيحة كل أب كل أم حبيبنا خلي بالكم الموضوع بيأتفاقم ويجبر معانا ويبقى صعب جدا واضح إن وقت البرنامج خلص بشكرك جدا دكتور ياسر شوير وبشكركم جدا عزائي المشاهدين في كل مكان على الحلقة الجميلة دي وأرتقي بكم مرة أتكرارا في برنامجكم لكل ده دواء ما تسيبش نفسك تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته